عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مسؤول شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغدائية وفي مستهل الاجتماع أعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات وأكد رئيس الوزراء أن شركة المراعي لديها فرصة كبيرة الآن للتوسع في السوق المصرية في ظل اهتمام الدولة بدعم الصناعة مشيراً إلى العمل على تسهيل نفاذ منتجات الشركة إلى السوق المصرية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والسعودية